مقاومة الأنسونين دي ما نصحكم في فيديو ديالي بخل تفاح ونقصو المتناول الكربوهيدرات ونتحركوا يوزيدوا حتى هذه في البروغرام متتبقى قناة بصحة وسعادة، السلام عليكم، كنتم لتكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا راه إذا فعلتكم على طريقة بسيطة لا تكلفوا شيئاً إما كنت تديرها تعطيك طاقة، تنشط لك الدورة الدموية، تطلع لك المناعة، تعطيك تركيز خيالي، تقديرك على التوتر، تقدر تخرجك من حالة تكتئة، تحسن لك من صحة القلب وبركة نوخفوك عند هذا، ما عليم أن هذه الطريقة أو هذه العادة عندها منافع أخرى ساحرة، كيف سيطحلك في بالك؟ كيف هي هذه العادة؟ أول جواب على ما أظن سيكون هو الرياضة، كائلة سيقول لك المشي كل واحد وماذا سيقول؟ ولكن القليل القليل الذي ستتحلي في باله، الماء البارد، الاستحمام بالماء البارد عنده مزايا ساحرة على الجسم، وفوائد عجيبة سبحان الله، ماذا تحدد المبارد؟ يمكن تغيير أو لا تحدث فرق كبير في حياتك، كيف سمعت؟ تقدر تغيير حياتك كلها نحو الأفضل، بلاتي، لا تسمع غير مقدمة صافي، وستمشي تجري خشي رأسك تحتروبين أو لا تحددوش، هذه العادة عندها قواعد، يجب أن تعرف كيف تبدأها، على ما الجسم يولف واحد شوية، لكي لا تدخل في شيء مشاكل أو شيء آتار سيربيا، التي نحن في غينا عنها، وهذا ما سنشرح لكم في آخر الفيديو أول ما كيتعرض الجسم للماء البارد، كيوقع فيه ما يسمى بالصدمة الحرارية، وهذه هي الدافع الأساسي وراء الاستحمام بالماء البارد، حيث هذه الصدمة كتخلي الجسم يقوم بعدة ردد أفعال نادراً فيك يقوم بها، وهذه الأشياء كترجع علينا بالنفع كيف ما كنقوله، ما كيوقع في هذه الصدمة الحرارية؟ يتعاكتف عندنا الجهاز العصبي السيمباتيوي هذا الجهاز هو جزء من الجهاز العصبي اللا إرادي، الذي يأكشفه الجسم في أوقات الفايت أو الفلاي، يعني القتال أو الهروب، يعني المواقف الصعبة، هذا الجهاز يتحكم لك معدلة ضربة القلب في ضغط الدم، الهضم، والعديد من الأشياء الأخرى، بلا ما كتحس الذي ستساعدك لكي تخرج راسك من ذلك الموقف بنجاح، يركز لك على الأعضاء المهمة التي ستحتاجها في هذه اللحظة، في هذه اللحظة، عندما ضربة قلبك تزيد، تأتي في شيء ملحق لمزيد من الأوكسجان، هذه الكيميات التي تدخل من قبل لا تبقى كافية، وهذه القادية التنفس بعمق عندها فوائد لا تعد ولا تحصى، خاصة القلب بحدها، كيف نظركم الكيميات السباحة على باقي الرياضات؟ الكيميات هذه هي الماء البريد والتنفس، الطريقة التي تنفسها لكي تكون تدعم عالم آخر، أولا، تأخذ كمية كبيرة، نفس عميق، الثاني شيء، تشد هذه النفس المدلة تقل على خمسة دلتوان، تجعل الجسم الوقت في نترات هذا الأوكسجان ويستعمله بطريقة صحيحة، الثاني شيء، تخرج هذه الهواء التي تحول معظمه الثاني أكسيد الكاربون، وهذه الأعمالية تقرر المدلة التي تعمل فيها، المهم، دعنا السباحة ونرقصها على التنفس، وخذ التنفس، أرى جزء لا يتجزء من السباحة، والعومان بدون تنفس، في حال تخويل الماء في الرملة، الكمية الهواء التي تدخل الجسم لتدوش بالماء البارد، تساعد على الكثير من المسائل، سمعوا معي، عندما تعرض الجسم للصدمة الحرارية، يسحب الثم من الأماكن التانوية بالنسبة لي في هذه اللحظة، في حال الجلد، في حال الجهاز الثاني، إلى أخير، كيف يسحب الثم؟ الأوعية الدموية تنقابض لكي لا تجعل الثم يدوز منه كمية كبيرة في هذه المناطق، لأنهم يحتاجون في مناطق أخرى، كيف يوقع من بعد أن نأخذ من هذه الصدمة؟ هذه المناطق التي بالنسبة للجسم التانوية، والتي تقريباً قطع عليها تدفق الدم، يوقفها في تسونامي، ترجع الأوعية الدموية تتوسع لكي تسمح الكيمية أكبر من الثم بالمضور، وهذا ما يفسر القولة الشهيرة عندنا، لما البارد يرجع لك بالسخونية، يقول لي في حال جرس إنظار عندك في هذه المناطق التي تقطع عليهم الدم، الدورة الدموية تتخدم بسرعة، لكي ترجع لكي درجة الحرارة الإعتيادية لكي، وهنا هذك الإنقباض والتيو السعودية لهذه الأوعية، يجعل بعض أماكن في حال الشرعين، اللي مع السن وعوين أخرى، تسدو، كترجع لهم الدورة الدموية والحياة، في حال تتويو فيه الكالكير الداخل، أبقتي كتبرك عليه وكتطلق حتى تصرح، سلام ممشوز، هذه واحدة، حاجة أخرى مهمة، الأي بي أو أي والأي بي أو بي، هذو جديد البروتينات، الأي هو البروتيين الرئيسي في الخالية الدهنية عالية الكتافة، الـ HDL، اللي هي الكوليستيرول الجيد، والـ B هو البروتيين الرئيسي في الخالية الدهنية منخافة الكتافة، اللي هي الـ LDL، المعروفة بالكوليستيرول السيئة، في واحد البحث، لقاوا بأن الناس اللي كيدوشوا بالماء البارد يومياً، نسبة هذا البروتيين اللي هو الـ APOB، اللي هو خيب، نسبة ديالتو كتتقلال في الجسم، أو بالأحرى كتتحول APOA، اللي هو الكوليستيرول الجيد، بلما ندوخكم اكتروا ندخلوا في التفاصيل، فلاذا نخافض نسبة هذا البروتيين، اللي هو الـ LDL، الكوليستيرول السيئ، كتتحسن وظيفة القلب والأوعية الدموية بوحدة طريقة عجيبة، ها هي تاني حاجة عندها علاقة بالدورة الدموية، وليست أي دورة دموية، لأنها محملة بكمية ما شاء الله ديال الأكسيجين، اللي كتوصل حتى الأبعاد نقطة عدنا في الجسم، يعني السيستام كارديوفاسكولار، نقدر أن نحسن الأداء فقط بالاستحمام بالماء البارد، أجد أن ندوزوا الاكتئاب وعلاقته بالماء البارد، في دراسة أخرى قاموا بعض الباحثين على أشخاص متطوعين، يعانون من الاكتئاب الحاد، كل نصحهم في الصباح يتعرضوا الماء البارد لمدة دقيقتين، وبالليق بينما ينعسوا لمدة دقيقة، لأن مستوى النواندريلانين والدوبامين، الذي كما نعرفه نواقع العصبية، لمستوى ديالهم أخرى على مكانه عليه، وهذه المونة سبحان الله، عندها �ήل كبيرا في تحسين الحال ميزاجية وتقلل أعراض الاكتئاب، قالوا هذك이 على أن نقيبط الأوعية الدموية التي قلنا عليها من قبل، والصنامية الدم التي يأتي فيها بعد إعادة توسعها، هذه العملية عندها تقلل في تحسين الحالة الميزاجية وكتقلل من أعراض الاكتئاب. قالوا edge للآخر على أندروفينات، بر figures تفرز بكمية أكثر من زمن أن ي Ideal World يоки сцен يعتبر على مدى كميائية تنتج في الدماغ، وعندها دور كبير في تحسين المزاج والشعور بالراحة لقاءوا على أن تحسين لديهم الكثير من المسائل أخرى المهم يكون فيهم الذين يخرج من حالة الاكتئاب فقط بالاستحمام بالماء البارد ونزيدكم أحد البحث آخر وهذا يبقى سابقا سبحان الله هذه الأبحاث أكدت على أن الاستحمام المتضي بالماء البارد يزيد من الميتاكندرية على مستوى الخلايا العضلية والميتاكندرية كيف ما نعرفه هي بيوت الطاقة داخل الخلايا هي عبارة على عضيات وهي التي تنتج لنا الجزء الاتيبي اللازم للطاقة وبهذا طاقة الجسم تزيد وحتى حرق الدهون في الجسم يزيد وبهذا تولي أدنى طاقة ما شاء الله وماذا تدوش بالماء البارد الصباح الجسم يحرق طاقة وماذا لا تكون موكلة لأنك يا الله فيق من الناس باقي ما فترتيش يحرق لك من ذلك السطوك الذي لديك وهو عبارة على شحوم وبهذا فخسارات الوزن تكون مؤكدة ووزن تدوي على شحوم ليس عضالات لأنها الطاقة التي تتعملها الجسم تكون عبارة على دهون البنية أو ثانيا كيف ما كان على فورك عندنا في الجسم الدهون البنيا والدهون البيضاء البنية لديها علاقة بتوليد حرارة وضبطها في الجسم يعني هذا الدهون يصيح شيئا جيدا لذلك تعرض الجسم الماء البارد يحفظ إنتاج الدهون البنية وإنتاج الدهون البنيا وكما يرتد دهون البنيا لهذا فمشيغل الأكل ورياضة حتى المدومة على السحمة بالماء بارد يقصف الوزن بالنسبة للناس الذي لديهم زيادة فيه بالنسبة للمقاومة الأنسولين التي يتعني الكثير من المغاربة وليس غير مغاربة العالم بأسريك يعني من هذه القضية هذه في آخر الأبحاث تلقوا على أن الاستحمام بالماء البارد يحسن من سكر الدم ويزيد من حساسية الأنسولين ليس مقاومة الأنسولين الحساسية يعني في عاوض ما الخلايا تقاوم الأنسولين وليس تدخلها إلى دخل الجليكوز تقول لي جيد حساسة من الأنسولين تقول لي تشوفه جاي من البعيد تقول لي هاي جيجيب رحبا بك فيين غبرت علينا مقاومة الأنسولين دائما كنصحكم في فيديو بخلت فاح ونتقص نتناول الكربوهيدرات ونتحركه وزيده حتى هذه في البروغرام الاستحمام بالماء البارد كيف نحاربه مقاومة الأنسولين اسمعوا معي هذا البحث حتى أولا كي يبقى شيئا لسيوغ ناتيوغال قال لك الاستحمام بالماء البارد عنده علاقة بإطالة العمر للنوجيفيتي هذا البحث لأن الماء البارد عنده علاقة بعض الجينات المرتبطة بالعيش لمدة أطول العمر بيدي الله سفغي ولكن يجب الأخذ بالأسباب هذه الجينات تحفظ لوقيتها التي يتعرض الجسم للبرد ويستعمل الجسم هذا النظام للنجاة لكي يخليك على قيد الحياة في البرد الشاديد تخيلوا معي حتى النعاس لكي نكون في مرحلة موجة الدلتا اللي هي مرحلة النوم العميق الجودة هذه الموجة تتحسن بشكل كبير إلى كم درجة حرارة هذه الغربة اللي نحن نعسين فيها بردة واحد شوية والعكس صحيح هذه الموجة تتخربق إلى كنا نعسين درجة حرارة مرتفعة وهذه ولا بتغطيتها لها لبال نعاس في الصيف ماشي هو نعاس في شتى الجودة تختلف ما تستحمل بالماء بارد معجزة ربانية لما نعدي الجسم تطلع التهابات تقل تطول العمر تعاون الجسم على الديتوكس تأطرح تعلم مستوى الدم كيف ما رأينا عندها علاقة بالقلب والشعرين كيف كنا نقوم بعمل هذه العادة قريبا يوميا بالزابة المسائل ستتغيير في حياتنا سننساوش حاجة اسمية ضربني البرد لا قريب في خبر كان عرفت كثرة الأبحاث اللي لقيت في هذا السيو جيه هذا رخصني واحد لحلقة ساعتين يلا وقال سألهم رميم كان اختارت لكم أهم بيناتهم أجيدة بندوزو للطريقة للإستحمام كيف ستكون أول حاجة سأبدأ الماء الدافئ لكي تساعد الجسم من بعد كما قول نقص المسخون بشوية بشوية حتى يولف الجسم لكي لا تكون لدينا صدمة الحرارية قوية للا قدر الله تستطيع تسبب لنا سكتة قلبية أو مشاكل أخرى نحن في غيرنا عنها لأننا لا لدينا ماء ساخن وريد أن تغلب على هذه الصدمة الحرارية لدينا غير مبارئ غير مدى بيدية وبرجلية وهم اللونين يقسمون المبارئ الثاني حاجة المهمة يجب أن يدعنا بالماء بارد وضعه على رقب ملور لماذا؟ لأن هذه المنطقة بالضبط دائرة في حل المضيق فيها شرايين وأوريدة التي تنقل كمية كبيرة الدم فيها مجموعة معقدة الأعصاب التي تنقل إلى الصبع الصغير للرجلك وهذه في طبيعة الحال تأتي من المنطقة يعني لماذا يوصلها للماء البارد في حل التي تعلمت جسمك على أن الماء بارد يأتي في طريقك ثالث حاجة حاولوا تنفسه بشوية كما قلت لكم في الأول لأن التنفس ببط ينظم لنا لغية مكاقدياك رابعة حاجة حاولوا تستغل الفرصة من بعد تمارين أو لرياضة ضوشوا بالماء البارد لكي تنزلوا من درجة حرارة الجسم التي تكون مرتفعة وبهذا يسهل عليكم التعرض للماء البارد لأن الجسم يفرز العرق لكي يخفض درجة حرارة الجسم أنت تقول له غير تحلية مع رأسك ستغيروا فيكم بالزبدي الحواج جربواها مخسرين والو وردوا عليه الخبار النتائج مضمونة بإذن الله واحد ساعدة ستحسن بها مردوش ما شاء الله بالنسبة للناس الذين يفعلوا هذه العادة أو الملفين يدوشوا بالماء البارد يتحدثون عن الجريباتهم دعونا في تعليق أسفل الفيديو المهم قد أعطي الله بالنسبة ل هذه الحلقة كانت من أنها تكون مفيدة قل معكم أخوكم ردون شوقي في المختصر المفيد خليت لكم مراحق وإلى حلقة مقبلة مع موضوع جديد بإذن الله